موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم الباحث والناشط السياسي من السعودية الأستاذ فؤاد إبراهيم أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم في ستوديو الميادين مواضيع كثيرة نتحدث بها اليوم عن السعودية وإيران عن السعودية وباقي دول المنطقة ولكن يوجد موضوعين أساسيين أولا اليوم من المقرر أن يعلن انطلاق تنفيذ اتفاق النووي بين أفوان بين إيران والدول الكبرى وأيضا هناك موضوع رسالة أو بيان الظواهري الذي وجهه ضد السعودية نبدأ من موضوع الملف النووي أو انطلاق تنفيذ الاتفاق النووي حتى الآن برأيك كيف يمكن أن تتعامل معه السعودية بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع السعودية سعت على مدى سنوات طويلة وخصوصا بعد انطلاق المفاوضات بصورة جدية خلال الـ 14 شهر الماضية من أجل منع وصول هذا اليوم وصول هذا الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ ولذلك كانت المشاغبات السعودية طيلة هذه الفترة كانت تستهدف إفشال وتقويض هذا الاتفاق النووي بما في ذلك حتى الاعدامات الأخيرة هي جزء من هذه المشاغبات السعودية من حسن الحظ أن الأميركي والإيراني كانوا على علم تام بمشاغبات السعودية وأهدافها ولذلك كانت هناك بيشبه الاتفاق الشفاوي أو الشفاوي بين الطرفين من أجل استيعاب هذه المشاغبات وعدم الإنجرار وراء الاستدراج السعودي لأزمة أو لحرب سواء محدودة أو إقليمية وأعتقد بأن تصميم الطرفين الإيراني والغربي على المضي في الاتفاق النووي هو الذي حاله دون نجاح هذه المحاولات السعودية وأعتقد أنه اليوم نحن على أعتاب المرحلة النهائية وبالتالي من المقرر أن يعلن في أي لحظة عن بدء تنفيذ الاتفاق النووي وهذا بالنسبة للسعودية الرسمية يوم سيء للغاية لأن السعودية التي سعت على سنوات طويلة من أجل ما أسموه بقطع رأس الأفعى بحسب بثاق وكيليكس اليوم هناك ما يشبه المرحلة جديدة في العلاقات الإيرانية الغربية وأعتقد أن السعودية تعد نفسها خاسرا أكبر في هذه العملية إن كانت هناك مشاغبات قبل تنفيذ الاتفاق أو مع بداية الاتفاق وقبل توقيعه هل ستزداد هذه المشاغبات؟ هل سيكون هناك مشاغبات أكثر؟ أم أن هناك انكفاء عن هذه المشاغبات؟ ولصالح ماذا؟ أعتقد أن السعودية لن تكف عن مشاغباتها حتى بعد تنفيذ الاتفاق النووي لأنها ما زالت تشعر بأن الإيران بالنسبة لها خصما لدودا خصما وليس خطرا أعتقد ممكن أن يحتمل المعنيين طالما هي لا زالت تنظر إلى إيران باعتبارها الدولة ذات نفوذ وتحاول أن تتمدد في المنطقة وكيف استعار حتى الإعلام السعودي الرسمي من خطاب نتنياهو في مجلس الأمن عفوا في هيئة الممتحدة في نهاية عام 2013 حينما قال أن إيران تحت أربعة عواصم عربية وهذه بالمناسبة هي الأول من اخترع هذه العبارة رغم أنه لا نجد إيرانيين في بيروت ولا في بغداد على كل حال فالسعودية في نهاية المطاف تعتبر أن إيران بالنسبة له هي الدولة التي تهدد دورها الوظيفي ودورها المحوري في المنطقة وبالتالي ستبقى هذه الخصومة لفترة قادمة بل ربما تستزداد مع انفتاح الغرب على إيران والدخول في تفاهمات وعقول واتفاقيات تجارية واقتصادية وربما ترقى إلى مستوى التفاهمات السياسية وهل يستهر التفاهم؟ اتفاق الشفهي الذي تحدثت عنه قبل قليل هذه تضطر إلى عقد مصالحة ولو جزئية مع إيران حتى لا على الأقل لتسهيل مرورها ناحية الشرق الأقصى أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعبت من هذه المنطقة حتى من حلفائها السعودية وإسرائيل التي كانت دولتين وظيفيتين لا يخلو هذا الدور الذي لعبته السعودية وإسرائيل من متاعب بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية ولذلك سمعوا دولتين متطلبتين بعد أن كانت تنفذان كل ما يطلب صحيح ولذلك راعوا هذا التوتر على الأقل بالنسبة للسعودية لماذا هذا التحول في الموقف من أمريكا بعد أن كانت إلى جانب إسرائيل تنفذ ما يطلب ويخطط باتت الآن متطلبة أكثر من السابق في الواقع منذ أيلول سبتمبر 2013 السعودية خسرت رهانا ربما يكون الرهان المصيري بعد إلغاء قرار الحرب على سوريا من قبل الرئيس أوباما يعني السعودية وضعت كل ثقلها من أجل تفجير هذه الحرب في المنطقة البدء بسوريا وانتهاءا بإيران كانت تعتقد السعودية بأن يعني الإشعاء الحرب في سوريا ستتحرج إلى إزالة النظام في إيران ولذلك سعت إلى يعني توفير كل متطلبات هذه الحرب إلى حد الاستعداد لذلك فاتورة هذه الحرب بصورة كاملة بل أعلنت للإسرائيليين عبر الصحف البريطانية سنليتانز ملت من كثر ما يعني ما رددت عبارة أن السعودية سمحت لإسرائيل باستخدام أجوائها أمام الطائرات الإسرائيل للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية وقصفها ولكن هذا يعني هذا يعني هذا الأمل وهذا المخطط فجأة انهار بصورة كاملة مع التسوية الكيموية بين بين روسيا وأمريكا في سور التسوية الكيموية في سوريا تسليم السلاح الكيموية هذه التسوية الكيموية مهدت للتسوية النووية نعم ولذلك إذا تلاحظ إذا تراقب الأداء السعودي منذ سبتمبر إلى هذا اليوم سوف تجد هذا الأرباك غير الطبيعي غير المسبوق في تاريخ السعودية يعني السعودي بدأت تمارس الشيء ونقيضة تتبنى الشيء ونقيضة لا تجد أن هناك رؤية استراتيجية للسعودية منذ أيلول سبتمبر 2013 حتى اليوم هي تتصرف على أساس القطعة على أساس الحدث اليومي حدث القريب بالضبط يعني ليست لديها استراتيجية واضحة ولذلك يعني هذه التحالفات على سبيل المثال التحالف العشري في العدوان على اليمن ثم التحالف الإسلامي العسكري أولينا فجأة أحسنت أحدهم شبهوا بقروب واتساب أكثر منه التحالف إسلامي التحالف عسكري حقيقي ولذلك لحظنا كيف يعني ردت باكستان وأندونيسيا ولبنان وغيرهم على هذا التحالف يعني كأنما حسب قول أحدهم أنه محمد بن سلمان طلب من وزير المالي أن يأتيه بقائمة الدول التي تتلقى مساعدات من السعودية فطلع معهم أنه 35 دولار تفضل طيفهم كلهم بالتحالف دون يعني الحصول على موافقة هذه الدول بالتالي نحن أمام أزمة أزمة حقيقية لدى النظام السؤول وهو يتصرف اليوم على أساس أزمات على أساس القلق على المصير بصورة محددة يعني هل هو يعود إلى القلق على المصير وكما تفضلت حضرتك أو أنه يعود إلى أيضا 13 سبتمبر الذي هذا التاريخ أو إلى الجيل الجديد الذي تسلم مقاليد الحكم يعني لا شك كانت تغيير الجوهري والمفاجئ الذي أحدثه الملك سلمان منذ توليه العارش ونحن اليوم نقترب من نهاية سنة على توليه هناك احتفال في الإنجازات للعام الأول نعم الإلغاء يعني يعادة تشكيل السلطة على أساس هذه اللجنتين لجنة الشؤون السياسية والأمنية التي يرأسها محمد بن نايف ولجنة الشؤون الاقتصادية والترمية التي يرأسها محمد بن سلمان هذه أسست لنوع من العلاقة المستقبلية بينها هذين الرجلين إذا بقيت المعادلة كما هي لأن الخلافات بين المحمدين كما يقال خلافات عميقة جدا يعني اليوم محمد بن سلمان هو الرجل القوي الأقوى في الدولة السعودية هو يمارس دور الملك فعليا على حساب محمد محمد بن سلمان بن سلمان نجل الملك نعم بينما يعني هو يمسك بملفات الاقتصاد ملفات السياسية ملف ملف الحرب والسلم بيده ملف العلاقات الخارجية هو الذي يدير كل هذه الملفات بل حتى ديوان ولي العهد هو اليوم بعهدته يعني لا وبالتالي يعني محمد بن نايف هو اليوم ينحني أمام هذه هذه العاصفة أمام على أمل ينحني على أمل على أمل أن ينحني المحمد بن سلمان له بعد توليه هو العرش طبعا التكهنات اليوم كثيرة جدا يعني من بين السيناريوهات المتوقعة أو المفترضة أن الملك سلمان يعني يتيح لابنه بالتمدد تدريجيا داخل بورقراطية الدولة إلى أن يصبح ملكا فعليا لا ينقصه سوى التتويج الرسمي وقد يؤدي ذلك إلى تنحي الملك عن السلطة صالح ابنه على الطريقة القطرية نعم ويصبح واقعا وهناك من تحدث عن أن الملك سلمان بدأ ترتيبات هذه هناك مشكلة لأنه طريقة القطرية صحيح طبعا يعني إذا لم يقدم هذا من السنوات المتوقعة لأنه إذا لم يقدم الملك سلمان على هذه الخطوة في حياته سيفقد محمد بن سلمان فرصته الكاملة بعد تولي محمد بن نايف في السلطة العرش لن نتحدث عن هذا الموضوع لأنه متشاعب جدا حتى لا نقطعه نتحدث عنه بعد أن نتحدث أو نستمع إلى عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم مشاهدين نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة السفير ونقرأ فيها الهبة السعودية تسليح الجيش أم مصادرة قراره الرياض تلزم باريس بأولوية مواجهة الخطر الإيراني لبنانيا هبة فلسطين لا تخفط شهداني في غزة إسرائيل تدق ناقوس الخطر من يخونت كل سفرنا صارت مهددة من حزب الله من صحيفة السفير إلى صحيفة الحياة ونقرأ فيها حزمة ممنوعات تنتظر طهران مصير العقوبات الدولية يتحدد اليوم وواشنطن لديها أسباب كافية لعدم الثقة بإيران الرئيس الصيني إلى السعودية الثلاثاء بكين تريد دور الوسيط النزيه مع إيران النفط يتراجع للأسبوع الثالث سلة أوبك عند 25 دولارا للبرميل دي بستورا يريد اختراقا إنسانيا يسبق مفاوضات جنيف ويمهد لها أما الآن فننتقل إلى العراق مع صحيفة الصباح ونقرأ فيها تحرير منطقتين البغانم والبمحل في الرمادي بعد قطعة 25 عاما عودة العلاقات العراقية السعودية من العراق إلى سلطنة عمان مع صحيفة الوطن ونختار من عنوينها الجيش السوري يتقدم بريف حلب ويصد هجوما بمحيط خانطومان موسكو تبدأ عملياتها الإنسانية في سوريا القوات العراقية تحكم قبضتها على الصوفية بالرمادي والإرهاب الإسرائيلي يسقط فلسطينيين اثنين في غزة أما الآن فننتقل إلى تونس مع صحيفة الشروق التي تكشف أسرار إرهابيات خلية سليانا تدربنا على السلاح والقتل وإحدهن سيدة ثرية أما ختام هذه الجولة فمن الأردن مع صحيفة الرأي شهدان في غزة واشتباكات عنيفة بالضفة الخليل تواصل زف شهدائها مع هذا العنوان نسل إلى ختام هذه الجولة نعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعة شكرا لزميلة هبط الله بطار على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم طبعا يعني بعض هذه العنوين سنناقشها خلال الحلقة لذلك لن نتطرق إليها ولكن هيك بشكل عام يعني عن بعض الصحف اليوم يعني نطال بعض عنوين الصحف السعودية أو المحسوبة على السعودية أو هي سعودية مثلا الشرق الأوسط يعني هناك اختلاف بات في لهجة التعاطي في العنوين يعني هناك عنوين مضحكة يعني إلى حد ما أن تكتب بشكل مهني وليس فقط بمضمونها قد يكون المضمون صحيح ولكن القالب المهني لها كيف حاليا يمكن أن تتحدث عن هذا الموضوع في الواقع اليوم يعني هناك ما يشبه الثورة الغرائزية المجنونة في الصحفة السعودية يعني هذا ربما تعكس أيضا طبيعة المزاج السياسي لدى الطبقة الحاكمة أعتقد بأن كنا نأمل أن الذين أعطوا توجيهاتهم للصحف المحلية أن ينتبهوا إلى أن نحن اليوم نعيش ثورة اتصالية هذا إعادة إنتاج خطاب الثمانينات في هذه المرحلة هذا في الواقع يكشف أن هناك خواء تام في الإعلام وخواء تام حتى في الطبقة السياسية بحيث أن هذا الرجح وخصوصا بطابعه الطائفي هذا السقوط المهني السقوط حتى الأخلاقي يعني كاركتيرات مضحكة ومثيرة للسخرية المقالات التقارير الأخبار يعني هناك أنا لا أعلم من هو الذي يعطى هذه التوجيهات للصحف المهنية للصحف المحلية وبما في ذلك الصحف التي هي يفترض محسوبة التي هي واجهة السعودية في الخارج يعني من يحترم نفسه يجب أن ينأى بنفسه عن مثل هذا الرجح القائم اليوم في السعودية ولكن هذا يصيب يعني إذا بدك فعلا نناقش بشكل كتير قليل قصير أنه هذا أصاب كل الإعلام وكل الصحافة وكل وسائل التواصل يعني هناك الغرائز التي تتحدث صحيح هناك المزاج الذي يتحدث ثم هناك من يقبل يعني هناك جمهور وقراء بين مزدوجين وهناك جمهور عريض يقبل بهذا المنطق ويقبل بهذه ما هذا مصيبة إذا كان الإعلام الذي يفترض أن يرتقي بذائقة ومزاج وقيم المجتمع يكون هو أدنى من ذلك ويصل إلى القعر هذا مصيبة يعني يفترض أن الإعلام هو يمثل يعني ذروة وعي المجتمع لا هذا يعني هذا الإصفاف المخل بالجرائد نفسه بمصداقيتها بمهنيتها يعني أنا في الواقع توقفت عن قراءة أي صحيفة محلية لأنه لا تقرأ علما اليوم أنت تقرأ قيحة يعني هذا التقيح في كل يعني في كل وسائل الإعلام المحلية يعني كأنما هناك جنون يصل إلى حد أنه أنت يعني لا تستفيد من قراءة أي صحيف هؤلاء يريدون أن يعبروا عن مواقف سياسية ولكن بلغة هابطة بأسلوب يعني لا ينتمي إلى الدوق الإنساني والأخلاق الإنساني يعني ولكن هذا يؤشر أيضا إلى أزمة حقيقية يعني يعيشها هذا الإعلام أو يعيشها النظام الذي ينتمي إلى هذا الإعلام وأنه في خطر يعني وهناك إرباك صحيح ولذلك يعني غياب المنطق في الإعلام السعودي اليوم في الصحابة السعودية هذا يعني أن هناك أزمة حقيقية أن عدم قدرة الإقناع بالعقل وبالمنطق هناك من يلوذ بمنطق آخر وهي هذه اللغة الشتائمية هذه اللغة الغرائزية هذه اللغة الهابطة والشخصنة الفاضحة يعني التناول الهابط وللأسف هذا على فكرة بالمناسبة يعني لم يقع فيها فقط الكتاب الصغار أو الصحفيين طالت حتى كبار الكتاب والمثقفين والنقاد يعني في الواقع أنا أقرأ مقالي لكتاب كبار يعني إذا تزيل الإسم فقط وتحط إسم أي منها من قنوات الصفراء والصحف الصفراء لا تفرقي بين هذا اللغة وهذه اللغة أصبح الجميع يتفق في لغته الهابطة للتعبير عن مواقف سياسية وخصوصا على خلفية هذا الخلاف الإيراني السعودي يعني من المؤسف جدا أن هذه الصحافة أن هؤلاء المثقفين يسقطون هذه الصخطة التي لا شك أنها ستشوى صورتهم ولو أبقى على صورتهم القديم لكان أفضل لهم نعم من هذا الموضوع نعود إلى الموضوع الذي كنا نتحدث عنه قبل أن نستمع إلى عنوين الصحف وهو موضوع عن ولي ولي العهد محمد بن سلمان وولي العهد محمد بن نايف وكنا نقول في حال تسلم مقاليد الحكم ولي العهد ينتظر أن من ولي العهد أن يهدأ قليلا يعني حتى يرى الأمور كيف تسطب هل هناك من مخاطر لعدم توليه مقاليد الحكم ولماذا؟ طبعا أعتقد أنه النظام الأساسي للحكم الذي صدر في مارس 1992 يخول الملك صلاحية مطلقة سلطة مطلقة بأن يعفي ويعين ويزيل وبالتالي هو صانع القرار الوحيد في الدولة اليوم إذا صارت الأمور كما هي وانتقل الحكم بحسب خط الوراث السائد اليوم إلى محمد بن نايف سيفعل كما فعل الملك سلمان في الذي بعده يعني في ميغرن وفي جناح الملك عبدالله حينما طوض هذه التركة الذي بناها أو أعدها لأول مرة يحصل شيء كهذا في السعودين هذا الحد يحصل لإقصاء وتغيرات كبيرة وتبديل سعود الفيصل معدى وزيرا للخارجية يعني كان أيضا شيء فاقع صحيح لا في الواقع يعني نزوع الملوك السعوديين نحو يعني توريث أبنائهم قديمة كانت الملك سعود حاول أن يفرض هذه المعادلة بأن يجعل الحكم فيه وفي أبنائه ولكن حدث الثورة داخل عائل المالكة ما منعت حصول ذلك تكررت حاول الملك فهد هذا ما تقول عنه حدث توريث أفقي وليس عمودي صحيح الملك فهد حاول أيضا بحسب وثيقة أمريكية قدمت إلى الرئيس بيلي كلينتون في بداية عهدي في 1990 فيها أيضا إشارة إلى أن الملك فهد حاول أن يقنع الأمريكيين بأن يدعموا ترشيح ابنه عبد العزيز بن فهد لابن الأصغر لكي يكون وريثا له ثم طبعا نحن لا نتدخل في هذا الأمر هذا شيء عائلي الملك عبد الله حينما جاء في 2005 إلى أن توفى في 2015 على مدى عشر سنوات كان يمهد الطريق لوصول ابنه إلى العرش ولذلك وزر ابنه وأصبح وزيرا للحرس الوطني ونقل الحرس الوطني من مؤسسة إلى وزارة وأيضا عين أو استحدث منصب ولي ولي العهد كيما يكون ضامنا لوصول ابنه متعب للعرش اللي هو الأمير ميقرن وإذا تقرأ نص التعيين يعني واضح فيه أنه يريد أن يضمن عدم تغيير القرار حتى بعد موته ولكن النظام الأساسي للحكم يجعل الملك هو صاحب السلطة المطلقة وفور وصول الملك سلمان يعني أعطى مهلة شهر شهرين ثم أقال الأمير ميقرن من منصبه وعين محمد بن نايف ولي عهد ومحمد بن سلمان ولي ولي عهد اليوم لنفترض أن الملك سلمان توفاه الله وإيجا محمد بن نايف هو يمتلك الصلاحية المطلقة بأن يعفي محمد بن سلمان من كل مناصبه وأن يعين طبعا هو ما عنده ابن هو عنده بنتين فممكن يعين شقيقة سعود بن نايف مثلا ولي عهد أو أي شخص آخر بالتالي هذه العملية هي مخلقة ولذلك لا أستبعد أن الملك سلمان يقدم على خطوة لضمان وصول ابنه للعرش يقدم على خطوة من نوع ما أما أن يتنازل هو عن العرش لا أستبعد ذلك أن يتنازل عن العرش لصالح ابنه محمد بن سلمان أو أن يعمل بطريقة أخرى فصل الولي هنا تحديدا في هذا الموضوع هناك من يتحدث عن دور لأميركا هناك من يتحدث عن رجل لأميركا في المملكة يعني في سدة الحكم كيف سيكون دور أميركا في هذا الشعب من الناحية المبدئية كل الأمراء والملوك السعوديين دائما كانوا يعني يسعون إلى الحصول على مباركة أمريكية لتعيين أبنائهم الملك عبد الله فعل ذلك الأمير نايف فعل ذلك الملك سلمان فعل ذلك اليوم يعني حينما عين محمد بن نايف وليه العهد يعني كل الصحف تحدثت الأجنبية أن هذا رجل أمريكي قد أصبح في هذا المنصب وهو بالفعل رجل أمريكي هو في 2008 وقع أربع أربع اتفاقيات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو ينسق بصورة دائمة مع الأجهزة الأمنية الأمريكية وهو رجلهم في ملف الإرهاب ومكافحة الإرهاب محمد بن سلمان رجل مان محمد بن سلمان طبعا باعتبار الرجل أولا هو ليست لديه يعني خبرة ولا تجربة ولا علاقة حتى مع الأمريكيين قبل أن يعينه والده فبالتالي هو حديث العهد ولكن ما الذي فعله الملك سلمان حاول أن يقربه للأمريكيين في زيارته الأخيرة يعني فضل عن قمة كام ديفيد في صيف العام الماضي أيضا في اللقاء الذي جرى بين الملك سلمان وأوباما إذا تقرأ البيان البيت الأبيض نعم بيان البيت الأبيض في الفقرة الأخيرة يفضل من هذا البيان أن الملك وقد أطلع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي على آفاق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الفترة أيضا ديفيد إغناتيوس المقرم من البيت الأبيض في واشنطن بوست كتب مقالا بعنوان الرجل الذي سيصبح ملك السعودية وكان يتحدث عن محمد بن سلمان فبالتالي وطبعا تحدثوا الأمريكيون عن أن هذا الرجل طموح ويمكن الرهان عليه ويجب أن يستمع الأمريكيون إلى وجهات نظره أكثر من ذلك توماس فريدمن أيضا كتب عنه مقالا لا يكتب إلا عن العظماء في التاريخ عن الخطة الإستراتيجية وعن طريقة تفكير وهو المتقدمة فهناك من يروج هناك من يروج وليس بالضرورة أن يكون هو هذا الكلب على كل ذلك سنتابع الحديث عن هذا الموضوع ولكن لابد أن نذهب إلى فاصل فاصل قصير ثم نعود أبقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر أعود وأرحب بضيفنا الباحث والناشط السياسي من السعودية الأستاذ فؤاد إبراهيم أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد سنتابع ما كنا نتحدث عنه ولكن لنوسع النقاش أكثر نذهب إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير حبيب فياض صفع القوي لردع الضعيف إيران تطلق سراحة عشرة بحارة أمريكيين بعد اعتقالهم بسبب اختراقهم مياهها الإقليمية على متن زورقين حربيين وإذا صحت المعلومات بأن الزورقين لم يخترقا مياه إيران الإقليمية وبأن واشنطن اضطرت إلى التظاهر بقبول الرواية الإيرانية حتى لا تكون مضطرة إلى الرد والتصعيد فذلك يعني أن خيار الأمريكيين بمواجهة إيران عسكريا بات خارج الحسبان ومهما يكون فإن واقعة الزورقين تنطوي على أكثر من رسالة إيرانية باتجاه من يعنيهم الأمر وتحديدا على خلفية التصعيد مع السعودية أولا اختارت إيران العمل على لجم التهور السعودي في المنطقة عبر التعرض للأمريكي وهي تتوقع مسبقا انتناعه عن الرد لقد جاءت واقعة الزورقين بمثابة صفعة للطرف القوي لكي يرتدع منها الضعيف فالردع الإيراني للرياض من خلال النيل من الهيبة الأمريكية يتفادى لاحتدام المذهبي وفي الوقت نفسه يحمل دلالة واضحة بأن واشنطن التي لم تغضب لهيبتها ليست مستعدة لفعل شيء من أجل المملكة فيما لو قرر تهران رفع مستوى التصعيد معها ثانيا ليس مقبولا وفق المنطق الإيراني أن تتأرجح علاقات رياض وتهران بين الحافة والهاوية فيما تنأى واشنطن بنفسها وهي الوصي الأول على المملكة وعليه إما أن تبادر واشنطن إلى منع الرياض من التصعيد بما يؤدي إلى تعميم التهدئة وإما إقحام الأمريكي في خضم المعمعة التي يفتعلها الحليف السعودي ثالثا الواقعة في جانب منها عبارة عن رد إيراني على الادعاء بأن تهران آخذة في الانضواء تحت المضلة الأمريكية وعلى محاولات الترويج لتحالف إيراني أمريكي قيد التشكيل لتبرير أي تحالف سعودي إسرائيلي مرتقب الأخبار اللبنانية سلة طلبات مصرية ثقيلة في أنقرة وصل وفد مصري رفع المستوى يضم أعضاء في جهازي المخابرات العامة والحربية إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء عدد من المسؤولين هناك بالتزامن مع وصول وفد سعودي يقود مبادرة الوساطة بين البلدين الوفد المصري حمل أجندة مطالب أبرزها اعتذار تركيا عن الإساءات التي صدرت من الرئيس تحسيسي واسترداد الأموال التي هربها عدد من قادة الإخوان إلى البنوك التركية بطرق غير شرعية ويحاول الجانب السعودي في المفاوضات تحديد جدول زمني يضمن إنجاز هذه البنوك سريعا حتى يمكن استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة سفراء ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مجددا مصدر في الخارجية المصرية تحدث إلى الصحيفة التركي لكن الموعد لم يحدد بانتظار مبادرات المعننة من أنقرة مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يمانع مصالحة حقيقية تعترف فيها تركيا بسوء تقديرها لما حدث في مصر سنتحدث عن مواضيع الحدث ولكن من قبل أو بالأحرى بعد أن سؤال وحد بعد عن ولي ولي العهد يعني في حال أو بالأحرى قيل أنه كان هناك تزكية لأمريكا لمحمد بن نايف على محمد بن سلمان وحين قدم محمد بن سلمان لأوباما لأنه رجل أمريكا في السعودية قال بما معناه طبعا يعني أوباما بأن أيضا لدينا محمد بن نايف في هذا المضمار طبعا البراجماتية الأمريكية تفرض نفسها في اختيار المرشح للعرش في السعودية يعني صحيح أن محمد بن نايف هو رجل السعودية رجل أمريكا في السعودية ويفضلون التعاون والتعامل مع مثل هذا الرجل بسبب خبرتهم معه والعلاقة الطويلة ولكن في حال ضمن محمد بن سلمان كل ما يتطلبه الأمريكيون في هذا البلد لن يتردد الأمريكيون في اختيار وتعم محمد بن سلمان طبعا هذا كله أيضا مرتبط بوجود الملك سلمان لأنه في حال غياب الملك سلمان سيأتي محمد بن نايف وسيكون اختيار الأمريكيين في مكان آخر سيدعمون القادم الجديد الوريث الجديد فهذه العملية دائما محكومة بطبيعة الوضع القائم اليوم الوضع القائم هو يسمح الأمريكيين بالاختيار بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان في ظل وجود الملك ولكن في عملية انتقال السلطة إلى طرف آخر سيدعمون المرشح القادم وخصوصا أن محمد بن نايف بالنسبة لهم هو خيار قائم وخيار مرجح ما لم يحدث تغيير كما قلت في الداخل بالعودة إلى موضوع الحدث اليوم صفع القوي لردع الضعيف كما جاء في مقالة حبيب فياط في صحيفة السفير هناك تحدث عن الرسائل هناك جملة من الرسائل ونحن اكتفين بالرسائل التي لها علاقة مباشرة بالسعودية إلى أي حد برأيك أنه ممكن أن تكون فعلا صفع القوي ليرتدع الضعيف بالنسبة لموضوع الزورق الأمريكي أنا لست متأكدة إذا كان هذا القضية حارثة الزورق يمكن وضعه في سياق الصراع الأقليمي لا ليس الصراع ولكن حادثة استغلتها إيران صحيح بهذا السياق أيضا لا ننسى أيضا أنه هناك في داخل إيران من ليس راغبا في التواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فقد أيضا يجب أن يحسب الموقف من الطرفين يعني ليس فقط من الجانب من الجانب الغربي من الخليف وأيضا من الجانب الشرقي ولكن الموضوع القومي والأمن القومي بالنسبة للإيران عند المقافضين وعند المعارضين إذا صحيح التعبير يعني واحد لا شك أن هناك رسالة ما تبعث بها حالية الزورق للسعودية على وجه التحديد أن هذا المسعى السعودي لبناء تحالف بخلفية عسكرية وبهدف أيضا مواجهة في يوم ما مع إيران ليس سهلا وبالتالي هناك من قدم نصاعه حتى من الأمريكيين إلى السعودية بأن لا يفكروا بهذه الطريقة لأن التفكير في إشعال حرب مع إيران يعني دمار للمنطقة يعني دمار للعالم أيضا لأنه لن تكون هي حرب سهلة ولا تكون حرب سريعة لأن ومن الواضح أن الخطاب الإعلامي اليوم السعودي هو يؤجج هذا النوع من الصراعات ولكن أعتقد أن هذه الرسالة واضحة أن الإيرانيين حينما يتعرض أمنهم القومي لمثل هذا يعني هذا التهديد لن يعني لن يوزع الحلوى كما جاء في المثل الإيراني أيضا هم سيستخدمون كل ما لديهم من قوة وعلى السعودية أن تفهم هذه وبالتالي خيار التفاهم مع إيران هو الخيار الأفضل بالنسبة للسعودية صحيح السعودية اليوم تتواصل مع دول كثيرة تركيا ومصر وباكستان ودول أخرى من أجل تحشيد الدعم لخيار الحرب مع إيران ولكن هذا ليس في مصلحة لا تركيا ولا باكستان ولا مصر ولا أيدا ولا حتى السعودية بالتالي خلصا أن مبررات الحرب هي مبررات ضعيفة يعني ماذا سيبررهم والله اعتدت إيران على دولة عربية احتلت دولة عربية كما تفعل اليوم السعودية في البحرين أو في اليمن أو حتى هذا الدمار الهائل في سوريا أو في غيرها إذا كانت القضية قضية نفوذ السعودية أمامها يعني هي أيضا تمارس النفوذ في كل الدول كل دول العالم أيضا لديها نفوذ يعني ماذا تفعل البوارج الحربية الأميركية والأوروبية في الخليج على بعد آلاف الأميال كل الدول لديها نفوذ في كل العالم بالتالي التحجج لأن والله إيران عندها نزعة توسعية أو لديها رغبة في السيطرة أو النفوذ إذا كانت الإيران تحتل دولة أعتقد أن الأمم والتحدة معنية بهذا الموضوع أيضا في موضوع المصالحة بين مصر وتركيا بالوسطة السعودية يعني البعض يقول هناك مصالحة ووسطة سعودية وهناك أيضا بعض الصحف السعودية تنفي هذا الخبر وتقول وإن كانت المؤشرات تدل إلى أن ممكن أن يكون هناك أو مصلحة للسعودية بتقريب بين مصر وتركيا هيك بسرعة نمر على هذا الموضوع طبعا السعودية لديها رغبة وسعت منذ التولي سلمان العرش لتقريب وجهات النظر بين القيادتين المصرية والتركية وحاولت في أكثر من مناسبة أن تجمع الرأسين التركي والمصري في الرياض ولكن هذه المحاولات لم تنجح لأنه لا التركي كان على استعداد للتخلي عن مواقفه ولا القيادة المصرية أيضا كانت على استعداد لأن تقبل بالوضع القائم يعني التركية خطابها لا يتناسب مع الوضع في مصر أيضا إيواءها لكثير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التحرك التركي أيضا في المنطقة بما في ذلك حتى الملفات المنطقة يعني التدخل التركي في سوريا الذي يعني يتعارض مع الموقف المصري المصريون لديهم مقاربة مختلفة للملف السور أيضا أيضا هذه كلها عنوين يعني تختلف عليها القيادة المصرية مع الأتراك ولكن السعودية من وجهة نظرها وضمن مشروعها مشروع الحرب ضد إيران هي تحاول أن تسعى لتقريب المصريين مع الأتراك هذا الهدف الرئيسي للسعودية نعم ننتقل إلى موضوع في نهاية هذا موضوع مهم جدا حضرتك على اطلاع فيه لابد من أيضا إلقاء الضوء عليه وموضوع الجماعات الإسلامية الموجودة في السعودية أبدأ من موضوع الظواهري يدعو لشن هجمات على السعودية وشن هجمات على السجون وأيضا لأنه هذا الحكم لا بد من الإنقلاب عليه قبلا البغدادي أيضا دعا إلى قيام ثورة في السعودية والهجوم على الحكم في السعودية والظواهري دعا إلى شن هجمات أيضا على مصالح الأمريكان كيف يمكن أن نصف هتين الدعوتين بالنسبة للداخل السعودية في الواقع هاتين هاتين الدعوتان تكشفان إلى أي حد هناك عناصر سعودية تنتمي إلى هذين التنظيمين بالتالي توجيه دعوة خاصة إلى السعودية إلى عناصر سعودية في الداخل سواء من قبل الضواهري تنظيم القاعدة أو من قبل البغدار تنظيم داعش هذا يكشف أن هناك يعني موالين ومنتمين إلى هذين التنظيمين داخل السعودية وإلا ما الفائدة من توجيه دعوة إلى بلد لا يمكن تجد أدالا صغير طبعا بالنسبة لدعوة الظواهري هل هناك إمكانية لتنفيذ هتين الدعوتين طبعا أعتقد أن أولا القاعدة هي أول من بدأ بالعمليات في 2003 تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وقدموا كثير من عناصرهم ضمن هذا المواجهة مع وزارة الداخلية ومع قوات الأمن وهم سبقوا داعش طبعا لأن التنظيم أساسا هو سابق في تأسيسه على تنظيم داعش في الواقع دعوة الظواهري هي محاولة إثبات الذات مجددا بأنه ما زال هذا التنظيم على قيد الحياة خصوصا بعد تعرض هذا التنظيم إلى ضربات على مستوى القيادات الصف الأول تقريبا بسبب الطائرات بدون طيار الأمر الآخر تعاكل هذا التنظيم وانتقال جزء كبير من عناصره إلى تنظيم داعش بالتالي دعوة الظواهرية بمحاولة لأن يقول ها أنا دا يعني ما زلنا أحياء واستغل الإعدامات التي طالت عناصر القاعدة لكي يؤكد هذا الوجود هو اعترض يعني طبعا وهاجم على خلفية الإعدامات التي حصلت على خلفية إعدامات القاعدة يعني المتهمين بالعمليات الإرهابية وليس شيخ نمر النمر يعني طيب من هذا الموضوع برأي يعني من معرفتك كم تنظيم إسلامي يوجد في المملكة ومن هو التنظيم الأقوى أو الجماعة الأقوى في المملكة القادرة على إحداث أي تغيير أو أي بلبلة أو أي قلقلة طبعا الحديث عن تنظيم بالمعنى السياسي والحزبي هذا ربما غير موجود في الظاهر يعني على الأقل أنه التنظيمان الرئيسيان هما القاعدة وداعش ولديهم أتباع داخل ولديهم عناصر تعمل في الخفاء يعني لا يظهر لا يؤكد وجودهم إلا عبر الهجمات الإرهابية سواء في المنطقة الشرقية أو في مناطق أخرى كما حدث في نجران مثلا تفجير مسجد الشاهد ولكن قد توجد هناك تيارات وهذه حقيقة يعني أنه تيارات من داخل المجال السلفي الوهابي هناك خطوط متعددة ابتدع الأتباع أسماء على هذه التيارات وهي تتفاوت من حيث الحجم قد تكون مرتبطة بشخص محدد أو جماعة محددة كأطلاق مثلا على جماعة من أتباع الشيخ ربيع المدخليون مثلا أو الجامي مثلا التيار الجامي هو التيار الذي عادة يصنف باعتباره الأقرب إلى السلطة والمتحالف معها والمبرر لسياساتها رغم أن هذا التيار له أيضا في هيئة كبار العلماء رموزا مثل الشيخ صالح الفوزان الذي دائما يؤكد على العلاقة مع السلطة وتبرير أفعالها بل إلى حد أنه خرق بعض الأعراف الفقهية مثل أن الخروج على الحاكم إلا في حال الكفر البواح ومع ذلك هو تبنى موقفا متقدما بأن حتى في حال الكفر البواح ربما من الصالح عدم الخروج للمصلحة لمصلحة هناك التيار السروري الذي يطلق عليه التيار السروري وهو الأقرب إلى التيار الإخوان المسلمين وهذا التيار ارتبط أيضا هو تيار الصحوة يطلق عليه هذا التيار السروري هو مرتبط بفترة سابقة يعني في الستينات سبعينات له علاقة بالشيخ محمد السرور زين العابدين وهو شيخ أخواني كان في سوريا وجاء إلى سعود وهو أيضا لم يتخرج من مدرسة دينية وإنما كان هو مهندس وكان يدرس في المدارس السعودية وترك تأثيراته ثم ذهب إلى بريطانيا ولكن حتى هناك شكوك حول قدرته على التأثير بحيث أنه يطفي اسمه على هذا التيار التيار السروري هم من نفس الذي الذين ظهروا في التسعينيات القرن الماضي بعد أزمة الخليج الثانية ومن رموزه الشيخ سفر الحوالي شيخ سلمان العودة شيخ ناصر العمر شيخ عواض القرني وآخرين ومن هذا التيار بدأت الاشتقاقات الجديدة السلفية الجهادية هي يعني هي من الابن الشرعي لتيار الصحوة ولذلك حينما ظهرت القاعدة وهؤلاء الذين هاجروا بسبب الأفكار التي ولدها هذا التيار في التسعينيات وجهوا يعني الانتقاداتهم اللاذعة لرموز هذا التيار لأنهم أقنعوا هؤلاء هذا الجيل الجديد بأفكارهم ثم هم هم تخلوا عن أفكارهم ولذلك كتموا يعني دراسات نقدية ضد رموز التيار الصحوي لكن هذا التيار يبقى يعني غير غير متماسك طيب هناك تباينات أيضا داخل هذا التيار ولكن يعني اليوم ما يمكن الحديث عن عن جماعات منظمة داخل السعودية أولا لأن أساسا النظام السياسي في السعودية لا يسمح بوجود أحزاب ومنظمات هل هناك علاقة ما لأن انتهى الوقت ولابد أن أسأل هيدي الجزئي فقط هل هناك علاقة ما بين الأسر الحاكم وبين هذه التيارات تغذية هذه التيارات بعض هذه التيارات الاحتكام إليها يعني نذكر عندما قالت الصحف بأن بندر بن سلطان هدد روسيا بأنه سيستهدف الألعاب الأولمبية هل هذا معقول أن يعتمد على الداخل السعودي طبعا كما تعلمون أن السعودية كانت هي الراعية للجهاديين الأفغان في بداية تجربة الجهاد الأفغاني ورعوا هذا التنظيم وحتى أن وصل إلى مرحلة القاعدة وبالتالي استفادت السعودية من هذه العناصر التي قاتلت إلى جانب القاعدة حتى في مراحل سابقة في لبنان في النهر البارد وفي سوريا وحتى فتح الإسلام كتائب عبدالله عزام هم أيضا ارتبطوا ببندر بن سلطان والاتفاق الذي بين ديفيد بيترايوس وأيضا وبندر بن سلطان في مرحلة حتى في سوريا هذه العناصر التي تعمل في الخارج دعمتها السعودية واستفادت منها وهددت بها أيضا يعني بندر بن سلطان حينما يهدد توني بلير إن لم توقف التحريات أو التحقيقات في صفقة اليمامة ورشاوة اليمامة سنأتي لك بسبعة سبعة يعني إن لم يكن يمتلك مثل هذه العناصر الإرهابية لا يمكن أن يهدد هذه العناصر للأسف انتهى الوقت وكان لدينا بعد أسئلة أكثر ولكن انتهى الوقت شكرا جزيلا على حضورك وعلى المشاركة معنا الباحث والناشط السياسي من السعودي الأستاذ فؤاد إبراهيم أهلا وسهلا بك وأيضا الشكر لكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة